السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنتعرف على تركة إنشاء مشروع مدرسة الخاص في الوغة الفرنسية من إيكول وهو بيان رياليزي الالبوم دو سون إيكول على رياليزي الالبوم دو سون إيكول ستدير ستون لسون كنسرن البروجة دو كلاس هو مشروع القسم ننجز فيه ملف حول المدرسة وهنا ما هي الأدوات التي نحتاجها لإنشاء مدرسة بحيث هناك صور على محيط المدرسة ثم الباب ثم الأقسام ثم المراحل ثم الساحة ثم عالم المغرب أو الرايا المغربية إذا نحتاج إلى لساق، مقص، قلم رصاص، مسترة، ورق مقوى أو كارتون ثم هناك مجموعة من الصور التي تمثل مثلا الأقسام، الصور التي تمثل التلاميذ، تلاميذ صور التي تمثل مثلا اه المراحل ثم الصور للعالم المغربي او الراية المغربية اذا نعتمد على اه ثم هناك ملف يعني اه نقوم بنشره اولا على اه ارضية يعني لانجاز ارضية المشروع او ارضية المدرسة ثم نقوم بالصاق اما باستعمال العلب يعني علب مثلا من الادوية او علب الشاي ونقوم بتلوينها اه ثم يعني التي يمكن اعتبارها اه حجرات بمعنى اقسام ثم هناك اه علب صغيرة يمكن اعتبارها مراحل ثم نرسم اه راية المغربية وسطها سحة المدرسة او فوق اه هذه الاقسام فوق هذه البيوت الصغيرة التي سن نقوم بيلساقها على اه الكارتون او على الملف ثم يمكن نكتب هنا اه بعض الكلمات اه مثلا اه الاقسام نكتب الصال دو كلاس المراحل نكتب لي التواليت ثم الباب نديرو لابوخت اه الراية يمكن نكتبو لودغابو ثم اه اسم المدرسة اه ثم اه الساحة لكور ندو الليكول سادي الله نكتبو كلمة واحدة لا اقول لان المساحة تكون قصيرة اه اه اذا ضيقة بالتالي لا يمكن نكتب جميع الكلمات نكتبو فقط الكلمات باختصار اذا هنا اه اه هذا ما نحتاجه من الادوات لانجاز مشروع القسم الخاص باللغة الفرنسية اه وهو عنوان او عنوان هذا المشروع هو اه غياليزي الالبوم دو سونيكول اه اذا هنا نسمي هذا المشروع مونيكول مونيكول هو مشروع جيد اه لان التلميذ يعتمد على اه مجموعة التقنيات لرسمي اه مرافق مدرسته يعني جميع المرافق المتواجدة في المدرسة يمكن نجد هناك ادارة مكتبة اه الاقسام المراحد اه قاعة متعددة الاختصاصات ثم الساحة ثم الاشجار اه النباتات الموجودة في الساحة ثم اه الباب باب خاص بالمدرسة ثم اه اذا اه اذا هذه كلها مكونات المدرسة فبالتالي يستطيع هنا المتعلم ان يرسم اه بمعنى يتخيل اولا ثم يرسم اه هذه الوجز يعني التجسيد لهذه المكونات وهذه المرافق بالصور او باستعمال علاب كارتونية او اه اه بالتقطيع يعني تقطيع مجموعة من الاوراق الوراق مقوعة او الكارتون والساقه على اه يعني العلبة الكبيرة او ملف كبير مصنوع من الكارتون كذلك والساقه او رسم العالم المغربي ثم ما الساقه فوق هذه الحجرات يعني فوق الاقسام او وسط ساحة المدرسة او مليو دو اه الاقور دو الايكول يمكن ان نوضع هذا العالم المغربي